برح كان في كلمة سيادة الرئيس في الكاتدرائية أثناء التهنئة بالعيد الكلام السلس البسيط والحديث من غير الكليشيهات القديمة بتاعتنا يعني أنا دايما عندي تحفظ على فكرة أو الكليشيه القديم بتاع الإخوة لما نقول عن بعض الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين إحنا بنصنف بعضنا بدون أن نقصد تصنيف ضمني كده مستخبي فهنا النهاردة بنحاول نغوص كده شوية في العمق ودكتور مهر قبل الفاصل تكلم عن فكرة لطيفة جدا تجمعنا كلنا استرداد الإنسانية إزاي يعني؟ هو ربنا عايزنا نبقى أي؟ ربنا بتاعنا كلنا عايزنا نبقى على أي صورة؟ إيه فكرة المحرك بتعلي قوي من قيمة الإنسانية؟ الحقيقة أنا مهما حاولت أن أعلي من قيمة الإنسانية فأنا أضعف وأقصر وأقل من أن أعطيها حقها الإنسانية قيمة في غاية الروعة والعظمة يكفي أن النص الإنجلي في أول صفحة في الكتاب المقدس عندما يعني يطالعنا ما يسمى بالإنجليزية البلو برينت النموذج الأصلي لخلق الإنسان يقول نعمل الإنسان يقول الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا وتعريفي لهذا النص بعد دراسات كثيرة هو أن الله أراد الإنسان أن يكون أيقونته الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته في الأرض فهو أيقونة حية متحركة تحمل الحضور الإلهي الله يصر بأن يحل في هذا الإنسان كهيكله ليحمل حضوره للآخر يعني أتذكر مارتن بوبر وهو فيلسوف ومفكر يتكلم عن حضور الآخر في حياتي هو حضور الحياة فالحضور شرط الحياة فأنا مشروط بالحضور الإلهي في حياتي وحضور الآخر لكي أمارس هذه العلاقة التي يسميها مارتن بوبر أنا أنت وليس أنا هو وده يمكن أن أصطي تشيري إليه لكن مارتن بوبر يتكلم عنه بلغة فلسفية عندما أقول أنا هو فأنا أستعمله لكن أنا أنت أنا أتكشف له وأتحاور معه وهو يتكشف لي ويتحاور معي فإذا صار الإنسان فعلا حاملا للحضور الإلهي ومتحاورا بإخلاص وبصدق مع الآخر هنا تظهر الإنسانية الحقة كما أرادها الله وأعتقد ساعتها العالم يتحول إلى شيء مختلف خالص متخيلوا حركة تتكلم ترجمة نانسي قنقر